السلام عليكم إن كنت أنت من الأشخاص اللي ناويني تعلموا اللغة الألمانية أو من الأشخاص اللي هن بإطار تعلموا اللغة الألمانية وحابب تتأكد ما إذا كان لفظك صحيح أو خطأ هذا الفيديو إذن موجه إليك شخصيا بفيديو واحد رح تتعلم إن شاء الله وتعالى القراءة بشكل كامل باللغة الألمانية تابعنا بالفيديو حتى النهاية حتى تعرف كل تفصيل صغير ممكن يساعدك بالقراءة ضمن اللغة الألمانية لكل شخص حابب تطلع أكتر على اللغة الألمانية عمل أكتر أنا من قائمة تشغيل ضمن القناة طبعا منها للتعليم اللغة الألمانية من الصفر ومنها لنكشات ألمانية يعني مثلا إذا كان فيه نكشات صغيرة ألمانية ومنها دروس تاني أيضا إذا بتحب تطلع عليها كأنزلوا على القناة وتطبعوا عليها 100% رح تأكدوا أنه فيه شغلات كتير إن شاء الله مهمة ولحتى ما يطول الفيديو كتير خلونا نبلش مباشرة أهلا وسهلا فيكم الجديد خلونا إذا نتعلم اللفظ والقراءة بدرس واحد وخلونا نبلش مع الأحرف الأبجادية كيفية لفظ الأحرف ضمن الكلام الحرف الأول هو يلفظ هذا مثال أمبل أمبل أناناس أناناس حرف البي بي باقة باقة فاب فاب لفظه بأول الكلمة و بوسط الكلمة تسي طبعا حرف تسي هو حرف مستخدم جدا بشكل قليل باللغة الألمانية كونه هو الحرف تقريبا مو باللغة الألمانية موجود موجود بدل هو الكا ففي بعض الكلمات الموجودة بشكل عام بكل اللغات وهي مثل كلمة شيمي شيمي دي مثال دوز دوز بعد بعد إيه هاد الحرف اسمه إيه باللغة الألمانية إيزل إيزل لازن لازن أف فوسبال فاميليا فوسبال فاميليا طبعا شايفين أنتو هذا الحرف هدا يسمى باللغة الألمانية إستسات الحرف هو عبارة عن حرفين مدموجين بعضا هنه حرف الأس دبل أس فيسمى أو يضع ببعض الكلمات على هذا الشكل مثل حرف الب ولكن غير موثول من تحت اسمه إستسات ويلفظ أس نظامي مثالهم فوسبال فوسبال جي مثال جاغتن جاغتن يلفظ جي جاز جاز ها هذا الحرف اسمه ها باللغة الألمانية يلفظ بأول كلمة على الأغلب كلمة باللغة العربية مثال هاوس هاوس جين جين لاحظ هنا اللفظ ها ولكن بشكل خفيف بسبب وجود حرف الصوت اللي هو إي راح يتجي عليه أمس اللي بنهاية الدرس إي عرف الإي مثل إيجل إيجل إنزل إنزل يلفظ ذاكذا إي حرف اليوت وليس جي هذا حرف بالألماني اسمه يوت ويلفظ كالياء باللغة العربية المثال ييجا 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 يولي يولي سوبيكت 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 حرف الكا كوس كاسة كوس كاسة في شيء بميز اللغة الألمانية إنه كل الحروف باللغة الألمانية تلفظ بالكلمة نادرا نادرا ما ييجي حرف بكلمة لا يلفظ فهيخلوه عندكم قاعدة بشكل عام الشيء اللي بتلفظه بتكتبه لامبه 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 تدويرة التم من نعمل أو فمثال موتو موتو نفخة خفيفة بالشفيف مثال الحرف هذا باللول عن مسمه كو وعلى الأغلب بيأتي بعده أو فبهاي الحال تلفظ الكو مع الأو تلفظ كف فهل كفلة كفلة كفادغات كفادغات حرف الأغ راكيت راكيت غوت أرسيلن أرسيلن يلفظ غي حرف الأس طبعا حرف الأس فيه شوية مشاكل ببداية الكلمة على الأغلب يلفظ باللغة مثل مثال زونة زونة طبعا إس مع تي الإس بدي ضمن الكلمة بالنص تلفظ إس مثال زامستاج زامستاج لفظة معنا الإس إس والأول الإس تلفظ الزونة زامستاج تي تلفظ تي عادية تس منتل أو كولتوة تلفظ هاي أو أو مثل أو باللغة العربية عنا الفاو هذا الحرف اسمه فاو وليس ذي مثل اللغة الإنجليزية يختلف فمثال فاتا 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 أما في بعض الكلمات اللي هي بالأصل مانا ألمانية فتلفظ ذي مثل هون فاز فاز فل فل كلمة ذي وليس وليس ولا دبل في هاي هو حرف اللغة الإنجليزية مثال فاو فاو فولكس فاو 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 سيارة يعني فولكس فاو فولكس هو شعب فاو سيارة سيارة الشعب هاي الماركة فولكس فاو فولكس فاو هاي كتلفظ باللغة العلمانية بشكل الصحيح الحرف x يلفظ x مثال بوكسة بوكسة الملاكم يعني طبعا هكسة هكسة حرف الوبسيلون هدا اسمه اوبسيلون فايلف زيه مثله مثل اليوت يوغا ياخت يوغا ياخت هما تسألوني وين اجت الخنق راح تجيب الامثلة الجاي هانا حرف ست ست وليس زد وليس زي اسمه ست يلفظ تس تس مثال على ذلك تسيطرون تسيما تسفن تسيش تسفن تسيش 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 تس على اللغة مثال على ذلك في عنا ثلاثة احرف يعني ضمن الاحرف ولكن تختلف تختلف بانه بيجي عليها نقطين اللي هي اوملاوت تسمى باللغة العلمانية ان الحرف عن حرف الاو علي نقطين الاو علي اوملاوت يسمى اه مع فتحة اه مثال على ذلك يي جا يي جا او بيع بيع عنا حرف الاو وعلي نقطين عندي علي اوملاوت ويلفظ او 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 مع تدوير تتم تدويرة خفيفة ولفظة خفيفة من الانف فيلفظ هنا هاي اسمها هاي كلها اوملاوت بالالماني او استغيش او استغيش لوف الحرف التالت يقرأ باللغة الالمانية او او بهاي اللفظ او مثال او با كيش او با كيش ها هي الاحرف بشكل عام خلينا ننتقل الان الى الحالات الخاصة وبالترتيب طبعا نحن بلش من الحرف ا ونحن رايحين ا حرف ا اذا اجا بعده اي فيلفظ اي مثال على ذلك مايكا مايكا اما اذا اجا بعده او فيلفظ او مثال على ذلك او 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 ماوس ماوس اما اذا اجا الار اللي عليه املوت مع الو فيلفظ اوي اوي مثال على ذلك فا كويفا فا كويفا الحرف التاني هو طبعا يلفظ وليس مثل اللغة العربية الش ولكن مثل اللي عنده جارطة باللسان يعني مثل باسم ياخر لما كان اخذ دور اي هال اي اي ايها هي تقريبا يعني باللغة العلمانية فمثال على ذلك عنا اي اي غش غشت ولا ايش او غشت لا غشت اي اما هاي الحرف التي تساولها اذا اجا امامه او 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 فيلفظ كخ اللغة العربية مثال على ذلك بوخ ناخ ناخ اما حرف اي اذا اجا بعد حرف اي فيلفظ اي مثال على ذلك مثل او اي اي فهون بالمثال عنها اي 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 ما 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 اي اذا اجا بعده اغ في اخر الكلمة طبعا اي اغ اذا اجت باخر الكلمة باغلب الكلمات تلفظ كحرف ا مثال على ذلك تسما تسما او عبايتا عبايتا ا يعني نشوف في حرف الاغ في لفظة خفيفة عبايتا ع يعني في حرف صغير اغ ولكن تلفظ كا وعننا ايضا بحرف ا اذا اجا بعده او فيلفظ او مثل ا ا ا ا ا كمان تلفظ او وهاي ايضا تلفظ او فمثال على ذلك او ل فخايند فخايند ايلا فخايند بتمنى تسجلوا كل هالمعلومات عندكم على الدفتر بحيث ترجعوا لها او تحطوا هاي الامس اللي امامكم وبلما بتكونوا عم تقرأوا نص فاكيد رح تمر معكم هاي بكل الكلمات مرة على مرة رح تحفظوها كلها وما رح تخربطوا بإذن الله فيها شيء ابدا ايضا اذا اجا بعد الاي ا فمنطول حرف الاي مثال على ذلك هون فليغن فليغن ميتة ميتة ما بصير نقول مثلا فليغن ولا ميتة ميتة فليغن الحرف التال اللي بعده هو حرف الجي الجي طبعا فيه هنا عندنا نحنا حسب المنطقة هي لما بتجيها بآخر الكلام طبعا أو ممكن تجي كمان غير بآخر الكلام فمثال على ذلك هي بتلفظ اي او اي بآخر الكلمة مثال على ذلك ممكن نقرأ هذا الرقم على شكلين فياتسيخ فياتسيخ او فياتسيخ بالالمانيا الشرقية على الأغلى بيلفظو اي فياتسيخ اما بعموم ألمانيا بشكل عام بتلفظ اي فياتسيخ مثل مثل دغايسيخ مثل مثل دغايسيخ غير اي ممكن كفنفتسيخ او سفنسيخ الى آخره كل هاي الأحرف او الكلمات مثل فياتيخ فياتيخ هي بتنتهى بإي جي بإي جي ولكن نلفظها اي فياتيخ الحرف البعديه هو حرف الها هو حرف الها اللي في شوية ايضا مشاكل طبعا الها يلفظ بأول الكلمة متل ما تعودنا نحنا كها متل هاوس متل ما حكينا اما لما بيجي امامه حرف الـ الحروف الصوتيه بشكل عام ا ا ا و ا وكمان الحروف الصوتيه اللي معها اوملاوت فما علينا إلا نحنا نطول هذا الحرف اي فها بيصير اي طويلة او تصير اه مثال على ذلك فاغاد فاغاد جين جين اوه اوه اوغن 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 ولكن بعض الاحيان كمان يقرأ جي ولكن هذا الموضوع متعلق بالكلمات اللي هي اصلا معلماني فمثال على ذلك عنك يوني يوني او يا نعم اما مثلا مثل هاي الكلمة جوليان جوليان فتلفظ جي او في عنا مثلا يوليا جوليا وممكن نلفظها يولي مثلا كلمة جولي نلفظها جي الى اخره منتابع بحرف التمييز بين حرف الب ب بس عبارة عن نفخة والب ب من الحنجرة فمثال على ذلك بومس 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 ما ب ما ب ما في ب ما ب ولا بومس بومس ما ب عنا الكلمة شفم بعد شفم ب ب ب منتحت شفم بعد شفم بعد أوبست 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 مثل ما حكينا من شوي انه الكو مع الأو تلفظ كن 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 فمثال على ذلك هون كفدغات كفوت كفدغات كفوت حرف الاس حبيبنا حرف الاس طبعا مثل ما حكينا بيلفظ كز مثل هون عندناك كلمة زون زون وبيلفظ حرف كشين بالكلمة التالية إذا إذا بعده است ها فبيلفظ ش هاي كلها تلفظ ضمن الكلمة ضمن الكلمة أو مع الأفعال تلفظ است 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 أوبست أما هون بهاي الكلمة إذا أجت بأول الكلمة فتلفظ شين شتات شبوات في عنا مثلا هون شوفوا هاي المثال شفاست هون شين اس شفاست شفاست أجت بواسط الكلمة أمام ت فتلفظ الاس والتي موس فلفظت معنى بآخر الكلمة كاس وليس كز بين حرفين صوتيين تلفظ كز أيضا ناز ناز بشكل عام داس بآخر الكلمة دائما تلفظ كاس داس خلينا نميز كمان بموضوع لما بيعطي الحرف دبل بيكون الحرف دوبل يعني كحرفين يلفظ لفظة قصيرة بأغلب الأحيان طبعا ما أحكي بأغلب الأحيان وليس بالكل فمثال على ذلك ما نميز بين داس ودس داس تبقوا له داس طويلة داس الحرف الصوتي اللي أمام الحرفين المتكررات يلفظ بشكل سريع أما لما بيجي حرف واحد بعده فبيلفظ بشكل طويل داس هون داس داس دين 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 هون عنا مثلا ها كمان ذن ذين ذن ذين كمان ننتبه على العكس طبعا لأنه حرفين حرفين مع بعض فلازم يقصر هذا الحرف لما بيكون ما فيه مدوبلة هون فرح يكون لفظ طويل وين الى آخرين طبعا انتبهوا على حرف الاس هو هاي من أصعب الشغلات اللي بعملية اللفظ باللغة الألمانية هي أنا عندي مثلا كانت عندي هاي الكلمة هي من أصعب الكلمات اكتنا عليك دو شبريشست في عندهم الـ والـ 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 شبريشست دو شبريشست حاول تلفظ هاي الكلمة دو شبريشست دو شبريشست طولنا لها وهاي كمان طولة الزياد دو شبريشست دو كوفست دو جيست دو فاست هي هون طبعا أنا نسيها هون لازم تصحح دو كوفست كوفست طبعا نحن بس تدقيقنا حاليا هذا في خطأ كتابي نحن في مشكلة هون لازم ما قوم لوت أما انتباهنا على حرف الـ س و الت دو فاست إلى آخره مثل ما حكينا حرف الـ س والها والـ س تها ما ننتبه على ش ش ش شين 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 النظامية مثل مثل العربي أما س والها فش ش فمثال على ذلك أمثل مناخد مي 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 هيك صغير إي 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 شول 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 جي شي شت هاي هاي من أصعب الكلمات كمان الموجودة فيها الشين والشين والإي فهون جي ش 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 وبعد ما خلصنا الحالات رح نتابع هون نقرأ نص مع بعض حاول تقرأوا معي النص منقرأه ببطول شديد حيث تقرأوا معي كلمة كلمة وبعدين رح نقرأه مرة كاملة شكرا للمشاهد 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 Wir sind aus dem Tierheim geholt. Meine Schwester und ich sollen uns um den Kater kümmern. Wir geben ihm Futter, fressen und machen auch das Katzenklo sauber. Als wir Kinder gestern aus der Schule kamen, lag Felix in seinem Körbchen. Anders als sonst hat er uns nicht gleich an der Tür mit seinem Schnuren begrüßt. Wir haben einen schwarzen Kater. Den Kater haben wir Felix genannt. Wir haben ihn aus dem Tierheim geholt. Meine Schwester und ich sollen uns um den Kater kümmern. Wir geben ihm Futter, fressen und machen auch das Katzenklo sauber. Als wir Kinder gestern aus der Schule kamen, lag Felix in seinem Körbchen. Anders als sonst hat er uns nicht gleich an der Tür mit seinem Schnuren begrüßt. Bis zum nächsten Mal! Ich wünsche euch noch Meine Schwester und ich habe euch meine Fragen zu besten Aufzüllen. Kon Ёst, ja, einen guten Tag über den Körbchen. Will ihr euch kommen? Einmal, ich weiß nicht, dass ich die Körbchen mir selbst in der Kühe von dem Körbchen. Ich denke, ich denke, dass ich die Körbchen und das Körbchen bütlige, die Körbchen im Korbchen und mit ihr uns reikalosen. Die Körbchen-Körbchen, die Körbchen sind in der Kurse und die Körbchen, zumindest in meiner Sicht. Beziehungsfähig sind, dass ich die Körbchen sehr beeinf глазseller. Ich will dir natürlich an, die Körbchen. أفضل طريقة لتعلم وحفظ اللفظ أنت ما رح تحفظ الكلمات بشكل عام من مجرد آه هذا الحرف معه الحرف للفظ هكذا ولكن لازم تتعلمه بسياق الكلام فأنت من فترة لفترة لما بتتعلم خود معك القواعد اللي أخدتها من الدرس وسجلها بكل بساطة على ورقة مع التعلمة باللون الأحمر مثلا ولما بيجي معك عندك نص عن تقرأه واخدت نص طلعته من الإنترنت تبعه وحطه جنبك وقرأ الكلمات كلما صهرت قاعدة من القواعد اللي موجودة بالدفتر بتعلم عليها وهيك مرة على مرة على مرة رح تحفظ هاي الحالة وما رح تخربط فيها إطلاقا بالنهاية بتمنى منكم أيضا ما تنسونا يعني ما تخسرش إذا حطيتوا لايك للفيديو وتعملوله مشاركة إذا حصيتوا أن المحتوى في فائدة ممكن يستفيدوا منك للعالم بشوفكم إن شاء الله بفيديوهات جديدة شكركم كتير والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر